الصعود إلى الهوية نقطة التحول الرئيسية بالنسبة للمجيحة كامل ما قبل هذا الفيلم وما بعد هذا الفيلم هو الفيلم أساساً معروف أنه بوابة مرور مجيحة كامل إلى النجوم الصف الأول أن هي تكون بطلة رئيسية في الأول كل حاجة أن هي فيلم كان الصعود إلى الهوية كان رواية من كتابها الكاتب الكبير صالح مرسي من ملفات المخابرات المصرية وأم كانوا عايزين يتكلم عن الرواية ديت وخصوصاً المنتج كان متحمس لها عشان هو شافها حلقات مسلسلة في مجالة المصور قال لنعايزين مين اللي هو يعني يبقى هو اللي جماهيرية ويبقى هو الفنان اللي يعمل الدور الرئيسي أول حاجة اختاروا سعد حسني وبعدها اللي أول سعد حسني وبعدها قالت هو دور جميل وكل حاجة بس تصعب أن أنا أعمل يعني سهبت جسدي شخصية جسوسة مصرية جسوسة مصرية دي اللي كانت النقطة الشائكة في الموضوع وكذلك نجرأ فتحي كانت متحمسة وقالت العنوان حلو وعجبني العنوان والشخصية بس برضه أنا بعتزر مش قادرة وملفات المين كذلك كما حدث لها دول النجومات الوقتها طبعا يعني كلهم رفضوا أن هما يظهروا في صورة الجسوسة أم كان المنتج قبلها كان منتج فيلم الكذاب كان برضه كتب صالح مرسي ونخرج صراحه بصيفه وكانت مديحة كامل مشاركة في الفيلم ده صالح مرسي قال نجيب مديحة تعمل الدور ده وهي تقدر تعمل ده وهي شخصية أن هي تقدر تعمل الأدوار دي وهي جمال شيطاني ويقدر أنه تعمل الدور ده تأديه فعلا طلبه من مديحة كده إيري النص قالت إيريته مافقه؟ أه مافقه عندك شروط؟ ما عنديك شروط أعمله وحتى الناس يعني كانوا كانوا في الصحافة قالوا يعني أنت بتاعة تعمل الدور كل المفنانين رفضتهم وهي ممكن يؤدي على سبتابة وكده يعني هيتعاملوا معاك إن شريرة وفي الحقيقة وخينها في الحقيقة قالتهم يعني يا جماعة لما فريش شاو ومحمود المليك كان بيعملوا أدوار الشر الناس كانوا بتضرابهم في الحقيقة بس وهي اجتهدت الموضوع أكتر وخصوصاً إن كان زوجها السجالات دي كان هو كان محامي في الموضوع كان محامي في الموضوع هدوات تعالي بس دين بالموضوع بس وعارفت تكتيرت وعارفت تتكلم وتعمل بحث عن الحاجات دي تعمل بحث عن الحاجات دي تعمل بحث عن الحاجات دي